تعالوا بقى على الناحية الفنية الناحية الفنية مو سيماني لها المباراة معقولة جدا اه ممكن انا في رأيي كان احمد عبدالقادر يبقى ليه دور احمد عبدالقادر لو كان ليه دور النهاردة كان يبقى الامور جيدة طيب تعالوا الاول نشوف الاركام اللي كنت لسه بقولكم عليها استحواز 59% للنادي الاهلي مقابل 41% بالميرس 14 تزدادة للاهلي 5 لبلميرس تزدادة على المرمى 5 للاهلي 2 لبلميرس الاهداف المتوقعة لالكس جي 1.35 للاهلي 1.65 لبلميرس دي الاركام في هذه المواجهة تمريرات النادي الاهلي النهاردة كانت 589 تمريرة بنسبة 85% تمريرة صحيحة و393 تمريرة للبلميرس مقابل 79% دق التمريرات 12 عرضية للاهلي 14 عرضية للبلميرس 4 ركنيات للاهلي و2 لبلميرس لو حركت بصيت على الاركام دي وشيلت الاهلي وشيلت بالميرس انت اصلا انت اصلا مش هتقدر تقول مين فيهم اللي كان فريق برازيلي لا الاهلي تفوق على مستوى الاركام الاهلي تفوق على مستوى الاركام